يا ربي بس سؤال لا اعتراض على حكمك لا اعتراض على حكمك بس ترى ذولة مو حكم يعني مو هم ذولة يعني هذا مو تنمر داري دا سوي لها قابل لها بس يتبقى سوي عمليات انا دا حاول اجملها بالصورة شبيهه عاليه النائب عاليه نصيف شبيهه شوف شو تقول لك عاليه اسمع اني اريد اقرالكم اللي كتبته عاليه اني مالي علاقه بمشاكل عاليه ويفيان اتعاركن عاليه ويفيان بتويتر طبام على موت قضية كاركوك زيان اللي هنانه اسمع تقول لك النائل النائبه عاليه كاركوك عراقية اتي مخش بيشي عراقية اخ نقطين نقطين يا بت الاصول والدراسة والتعليم هاي اول غلطة اسمع مع الاسف برلمان عراق لك شون بالله انا ادرسكم انا ادرسكم انتو يوزر سي في الاطار ولا ذاك ابو العصاير لك ما تستحون لكم حتى املاء ما تعرفون تكتبون واقف اكملك يتكلم بهذه اللغة شوف بهذه حطتها هنا انا واللغة شايلتها هادي كارثة احنا مسلمين البلد الناس جهلة مثل هاي شنو اخبار البيت اللي بصف النقابة ام اللي بتزاز وشنو اخبار البنزين خانات جايلت جايلت شو صبري تمام لا 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 وايضا هش تنكتب يا شعب يا مدرسين يا اساتذتنا يلي درستونا وتعبت علينا هاي شنو وضحها اكو هيش نائب بالعالم اسمع تذكري ماذا فعل الأشياص اخ تخيل نائب شم دورة هي نائب تخيل عراقية غلط برلمان عراق غلط بهذه باللغة غلط وايضا تنكتب بهاي الطريقة ام دانا ام دانا على هيت نواب و ام دانا على هيت برلمان و ام دانا على هيت يسلمنا البلد الناس جهلة خلي اكمل لكم شغلطين الصورة اللي وراها بس حتى الناس تعرف قاني ليش اخ شوف اهنا العركة اللي صارت هاي فيان تمام وهنان عالية تمام هاي التغريدة نصا من عالية تمام شوفوا هياتها هاي العركة هنان اللي صارت ارجعلي على عالية تخيل انت هاي النائبة اللي ماعدها ساد السعدادي واللي كانت تشذب تقول او مو علينا تشذبت هي تشذبت على البعثيين كانت تمسوي نفسها بعثية وهي قالت بلسانها كل ما تجي لانتخابات يطلعوا لي ملف اشتثاث البعث والحج يرجعني تمام عرفتوها سامن الحجي والحج يرجعني تخيل انه احنا مسلمين دستورنا ومقررات بلدنا لنواب يشتغلون سماسرة يشتغلون معقبين معاملات لا ماعدهم شهادات والحمد الله والشكر كلهم كاتبين على نفسهم ديكاترا هاي اللي ممخلصة ساد السعدادي لا تجيد اللغة العربية لا مو بس لا تجيد اللغة العربية لا تجيد ابسط يعني هذا بالساد السبتداء يعرف يكتبه انذني ونائب بالبرلمان العراقي جاهل شوف ايضا شون يكتبها قرت عين